زار وفد ممليشيا الحوثين الشيعية بغداد الجمعة بعد زيارات لطهران وبيروت في تحركات تستهدف دعم الانقلاب الذي يسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد منذ ستة أشهر متحدث باسم الحوثين قال أنه موجود في بغداد في زيارة على رأس وفد من أنصر الله بعد زيارات لطهران وبيروت ولد خالجي عربي لم يحدده ويرتبط المتمردون الشيع بعلاقات وثيقة مع إيران التي تتمتع بنفوذ كبير أيضا في العراق ولبنان ويريد الحوثيون مزيد من التعاون مع الميليشيات الشيعية المنتشرة في العراق وحزب الله الذي يعتبر الميليشيا الأكثر نفوذة في لبنان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قال أن الألاف من العسكرين التابعين لواحدات من الجيش مرابطة في شمال اليمن شاركت بعض الخميس في منورات هي الأولى بهذا الحجم منذ دخل الحوثيون صنعاء منذ بداية شباط وأقل أن أسلحة ثقيلا بينها دبابات ومدفعية استولى عليها الحوثيون حيث سيطروا على السلطة استخدمت في هذه المناورات التي جرت في محيط بلدة كتافة في محافظة سعدة وضف عبد السلام أن الهدف من هذه المناورات هو تحديث العملية العسكرية والاستعداد لأي تحديات قد تطرأ وأكد أن هذه المناورات هي رسالة السلام للجميع باستثناء من يسعى إلى التهديد اليمنيين بدعم العناصر التكفيرية في إشارة المجموعات السنية المتطرفة والجمعة تبنى تنظيم القاعدة عبر موقع تويتر هجوما استهدف مقر للحوثيين في منطقة رداء في البيضاء وسط اليمن مؤكدا أن أكثر من عشرين حوثيين لقوا مصرعهم وتظاهر الآلاف من أنصار الحوثيين الجمعة في صنعاء دعما للميليشيا الشيعية فيما نضم التجمع آخر مؤيد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأيضا المشاركون في التظاهر الأولى تجرت في شمال الغاصمة الإعلان الدستوري الذي سيطر عبر الحوثيون في الجباط على السلطة في صنعاء